ازايك يا جماعة عاملين ايه اتمنى كلك تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هتكلم على موبايل الشاومي المي 11T الموبايل ده هو بالنسبة لي موبايل فلاكشيب حقيقي موبايل فئة رائدة بسعر فئة متوسطة الموبايل ده بيبتدي سعره تقريبا من 7000 جنيه ونازل بامكانيات موبايل فلاكشيب حقيقية اولا تصميم الموبايل يعني ما فيهوش حاجة جديدة اوي ما فيهوش حاجة مختلفة اوي يعني شكل شاومي المعتاد بالكاميرات المعتادة بتاعت 2021 لايه هنا بروز الكاميرات مش كبير اوي بروز صغير اوي هنلاقي اللون اللي معايا ده هو اللون ازرق ولما بتوجه النور كده بيدي لون دهب مع موف لون حلو اوي الظهر هنا مصنوع من الازاز ولكن الفريم هنا مصنوع من البلاستيك للأسف فمش هيديك مسكة الفلاكشيب اوي ولكن اللي بيشتري في الفئة السعر دي مش فارق معا اوي الكلام ده كده كده هتحط جراب ومش هتقسم الموبايل اصلا يعني الموبايل ده حجمه كبير وتقيل شوية عشان طبعا فيه بطارية 5000 ميلي امبير فوزنه تقيل وحجمه كبير اوي ولكن هنا الشاشة واخده حيث كبير اوي من حجم الموبايل يعني هتلاقي الحواف بتاعتها صغيرة وهتلاقي حتى الهول بانش نوتش صغيرة فالشاشة هنا واخده سكرين تو بادي ريشيو كويس اوي بالنسبة للشاشة بقى فكده ادخلنا في مرحلة الفلاكشيب الحقيقية الشاشة هنا بحجم 6.6 من العشرة بوصة بدقة فول اتش دي من نوع اموليد والالوان بتاعتها بتوصل لغاية واحد بليون لون بتردد مية وعشرين هيرتز البرايتنس بتاعها بيوصل لغاية 1000 نت وكمان محمية بطبقة حماية من جوريلا جلاس فيكتس اخر طبقة حماية الشاشة دي شاشة موبايلات فلاكشيب مش بتهرج 120 هيرتز مع اموليد مع الجوريلا جلاس فيكتس مع الواحد بليون لون شاشة مش طبعية الصراحة والكلام ده مش مجرد كلام على وراء اول ما هتفتح الموال من القلبة وهتيجي تستخدمه هتلاقي الشاشة اول حاجة انبهارت بيها شاشة الوانها رهيبة جدا الشاشة هتديك تجربة مشاهدة فيديوهات مش طبعية الصراحة اللي بتدعم برضو الفيديوهات اللي هي HDR10 بلس مفيش كلام يتقل عليها الصراحة واحد بليون لون وكلام ده كله مفيش كلام يتقل عليها واللي بيساعد تجربة مشاهدة الفيديوهات هنا وهي السماعات الاستيريو الموبايل ده فيه افضل سماعة استيريو سمعتها في اي موبايل تحت العشر تلاف جنيه ممكن فوق العشر تلاف جنيه مش عايز اقول كده ولكن مش مكتوب عليها جي بي ال مش مكتوب عليها هارمون كاردون مش مكتوب عليها اي حاجة السماعات دي سماعات عادية جدا ولكن صوتها مش طبيعي فيه بيز ونقي جدا والطبقات واضحة سماعات استيريو حقيقية هتديك تجربة مشاهدة الفيديوهات مع الشاشة رهيبة جدا كمان اللي بيخليني اقول على الموبايل ده فلاكشيب وهو الهابتك فيتباك او الهزاز اللي فيه الفيبريتور اللي فيه عندنا هنا هابتك فيتباك حقيقي بيديك نقارات ونبضات كل ما تتفاعل مع السوفتوير لو رجعت باك مسلا هتلاقي نقرة او نبضة لو عليت الصوت ووطيته هتلاقي نقرة كده وبتحسها قوي الفيبريتور اللي هنا نضيف جدا جدا يضاهي مواتير الفيبريشن اللي في الموبايلات الغالية جدا الموبايل ده كمان مضاد للميا والغبار بشهادة IP53 يعني ايه هو مش هتنزل بيه المياه لكن لو جيه عليه مياه او ترتاش عليه مياه من بره مش هيحصله حاجه كذلك مع التراب واللي يخليك بقى تدخل في مرحلة الفلاكشيب فعلا وهي المعالج بتاع الموبايل ده المعالج بتاع الموبايل ده من نوع ميديا تك من فئة الديمانستي 1200 المعالج الديمانستي 1200 جاي بتقنيات تصنيع 6 نانوميتر معالج بيتقارن بمثلا سناب دراجون 870 اللي موجود في البوكو اكس 3 طبعا مش اقوى معالج فلاكشيب عندنا الثلاث تمانيات واللي بعد الثلاث تمانيات 898 تقريبا ولكن الموبايل ده هيديك اداء الفلاكشيب لمدة سنتين ثلاثة كمان مش هتلاقي في اي تهنيك خالص طول ما انا بجرب الجهاز بقى لي تقريبا اسبوع ونص الجهاز ادائه سموذ جدا ما قطعش خالص ما فيوش حوارات سوفتوير شاومي تقطع والكلام ده كله مع المية وعشرين هرتز بتوع الشاشة مع نوع الزاكرة السريع جدا لان الجهاز ده بيجي بزاكرة داخلية من نوع ويققى في اس 3.1 ورامات بساعة 8 جيجا والاداء ده بينعكس على اداء العلعاب فمثلا لو هتلعب هنا بوب جي الجهاز ده بيلعبها على 90 هرتز بدون اي مشاكل وعلى دقة الجرافيكس اتش دي ار والفريم ريت الترا الصراحة اداء الجهاز ده ما يقلش اي حاجة عن اداء فلاكشيب بعشر تلاف جنيه وبتناشر الف جنيه موجود في السوق ولكن هتلاقي فيه سخونة من الحتة دي من الحتة اللي هي ورا الكاميرا كده فيه جهاز بيتفى شوية بالنسبة للكاميرات فالموبايل ده بيجيب كاميرا رئيسية بدقة مية وتمانية ميجابيكسل وشاومي هنا بتسوق للموبايل ده ان هو سينما جيك او سينماتيك جيك حاجة زي كده عشان الموبايل ده فيه فيتشيرز او مميزات للفلوجينج وللسطوري وللكلام ده كله دي فيتشيرز حلوة جدا لللي عايزين يعملوا فيديو واللي عايزين يصوروا فيديو والكلام ده كله ولكن لو جيت بصيت على اداء الكاميرا الرئيسي الكاميرا حلوة جدا جدا هتطلعك صور حلوة منظرة حلوة ديناميك رين ممتاز الالوان حلوة قوي ولكن هو مش افضل كاميرا برضو في الفئة السعرية دي في موبايلات كاميرا بتاعتها احسن منه في الفئة السعرية دي وده اعتقد ان هو جي من طريقة معالجة اللي هو عن طريقة معالجة المعالجات بتساعد جدا في طريقة معالجة الصورة بشكل عام ولكن هتاخد من الموبايل ده صور ممتازة برضو متفهمينش غلط الموبايل بيصور فيديو بدقة فور كي ما فيهاش اي مشكلة ما فيهوش او تسبيت صورة بصري في تسبيت صورة الكتروني ولكن برضو هيتعام معها بشكل كويس جداً لو انت هتصور فيديو. عندنا كاميرا التروايد بتق 8 ميجا بيكسل كويسة جداً. طبعاً مش بتفاصيل خالص المية 8 ميجا بيكسل ولكن كويسة هتقضي الغرض. كاميرا الامامية هنا 16 ميجا بيكسل مش افضل كاميرا الصراحة امامية في الفئة السعرية دي في حاجات احسن. ولكن بشكل عام الكاميرات هي اعتمد عليها ان انت تصور الصبح وبالليل وكل كل ده مش افضل حاجة في الفئة السعرية دي. بس ما تنساش ان انت واخد مميزات انا قلتها كتيرة جداً جداً. زي مسلاً البطارية. فالموبايل ده بيجي ببطارية بساعة خمس تلاف ميلي امبير مع شحن سريع بقدرة سبعة وستين وط. شحن ساروخي جداً بيشحن هنا من صفر المية في ستة وتلاتين دقيقة. البطارية الخمس تلاف ميلي امبير شحن رهيب جداً والبطارية نفسها بتقعد كتير. البطارية هنا بتقعد تسعة ساعات من وقت اعمل استخدام الشاشة. والطلاع عملاقة جداً والموبايل هيعيش معاك يوم ونصه مع الاستخدام التقيل يعني. وبس كده دي كل حاجة عن الشاومي الصراحة الموبايل ده دمر المنافسة خالص في الفئة السعرية دي. يعني يمكن مسلاً الحاجة اللي ما عجبتنيش فيه هو مساشعر المقاربة او يعني لو انا بكلم واحد وحطت الموبايل على ودني الموبايل او شاشة الموبايل مش بتطفيه بالشكل المطلوب. ساعات بيقعد الموبايل يدوس على حاجات كده من بودني وحاجات كده. ولكن غير كده الصراحة انا مش شايف اي عيب في هزا الموبايل. الموبايل حرفياً موبايل فلاكشيب وموصفات فلاكشيب ولكن بسعر سبعة تلاف جنيه او بسعر فاقة متوسطة اوالي. وده عادة شاومي يعني مش حاجة غريبة قوي على شاومي انها تعمل الموضوع ده. بس كده ده رأيي. ولو رأيك تحت في الكومنتات ايه رأيكو في الموبايل ده. وهل لو معاك سبعة تلاف جنيه تروح تجيبه ولا تروح تجيب مسلا تروح تجيب اوبورينو اه سكس فايف جي ولا تروح تجيب السامسونج اي اتنين وخمسين اس كل الموبايلات دي في الفئة السعرية دي. ولو رأيكو تحت في الكومنتات مستنيه. وما تنساش لاعجك في الفيديو تدوس لايك وما تنساش تعمل ستكرايب القناة عشان تتبع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي اشوفه في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.